استشهد تسعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل وقالت مصادر أمنية في محافظة جنين إن خمسة فلسطينيين استشهدوا أصيب أربعة عشر آخرون في قصف بمؤسيرة إسرائيلية على مخيم جنين وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الفوار وأطلقت رصاص بكثافة صوبة سكانه كما استشهد شاب آخر جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحامها مخيم قلندية للاجئين شمال القدس وبذلك يرتفع عدد شهداء العضوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 143 شهيدا